وفحتها الاولى اكد جاهزية دفتر شروط استيراد السيارات وقانون الاستثمار وزير الصناعة حلم السيارة سيتحقق في الفين واثنين وعشرين ونقلت ايضا تصريحات عرقاب خمسة مصانع لانتاج الذهب والاستغلال لم يتجاوز ستين كيلوغرام تقرأون ايضا في جريدة الشروق اليومي مواضيع اخرى في ارياضة والاقتصاد والسياسة اخترنا لكم مشاهدين من جريدة الشروق اليومي هذا الموضوع الذي جاء في الصفحة الاولى وتقرؤونه في الصفحة الخامسة من عدد اليوم اكد جاهزية دفتر شروط الاستيراد وقانون الاستثمار وزير الصناعة حلم السيارة سيتحقق في الفين واثنين وعشرين ونقرأ لكم مشاهدين بعضا من هذا المقال حيث تكتب صاحبة المقال كشف وزير الصناعة احمد زغدار عن طي ملف توفير السيارات خلال سنة الفين واثنين وعشرين من خلال تحقيق صناعة حقيقية وتركيب مطابق والابتعاد عن التسابع والقرارات العشوائية كما شدد على ان لجنة تقنية تدرس اليوم دفتر شروط الاستيراد بقية المقال بالتأكيد مشاهدين تقرؤونها في الصفحة الخامسة لعدد اليوم من جريدة الشروق اليوم الى موضوع اخر من نفس الجريدة وهو يتعلق بشأن التربوي مسؤول الاعلام والاتصال بوزارة التربية للشروق اليوم لا تمديد في عطلة التلميذ والثاني جنفي لاستئنافية الدراسة وتضيف صاحبة المقال اكد وزير التربية الوطنية ان عودة التلميذ لمقاعد الدراسة سيكون يوم الاحد الثاني جنفي الفين واثنين وعشرين بقية المقال بالتأكيد تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة الشروق اليوم الى جريدة اخرى جريدة الشعب التي عنونت صدر صفحتها الاولى رئيس تبون يكرم ابطال العرب وهو عودة الى تكريم رئيس الجمهورية للفريق الوطني المحلي اثر تتويجه بالكأس العربي وتقرؤون ايضا في الصحة في جريدة الشعب تكريم قامات عفوا تقرؤون في الصحة ايضا والثقافة والسياسة وفي الصحة تقرؤون مشاهدين وزير الصحة يحذر من رفض استقبال مرضى كوفيد وفي السياسة تقرؤون سياسة المخزن تفاقم من عجز الميزانية وهو ما اخترناه لكم من الجريدة اذا من جريدة الشعب اخترنا لكم هذا الموضوع 21.93% شباب والنساء يفتكن 18 مقعدا بلديا تركيبة المجالس المنتخبة بمعسكر ظهرت بوادر التغيير جليا على المشهد الانتخابي الجديد بمعسكر بعد استكمال التنصيب الرسمي للمجالس البلدية ويضيف صاحب المقال ان الاختيار قد تم على تنصيب بدان بن علي رئيسا للمجلس الشعبي الولئي في معسكر هذا المقال تقرؤونه في عدد اليوم من جريدة الشعب من جريدة الشعب ايضا اخترنا لكم هذا الموضوع السياسة المخزن تفاقم من عجز الميزانية توقعات بتجاوزها لثمانية ملايير دولار ويكتب صاحب المقال حذر خبراء مغربيون من تفاقم نسبة العجز في ميزانية البلاد بسبب السياسة الاقتصادية للمخزن متوقعين ان يتجاوز ثمانية مليار دولار بنهاية العام الجاري واعتبر الخبراء ان السياسة المخزن لا سيما فيما يتعلق باغلاق الحدود وبرغم من الوضع الصحي المستقر بالبلاد يتسبب في بلوغ عجز الميزانية الى مستويات عالية جدا ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية فان موارد خزينة المملكة افرزت عند نهاية شهر نوفمبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 مليار درهم اي ما يعادل 8.6 مليار دولار الاكيد بقية المقال تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة الشام الى جريدة الخبر الان التي عنونت في صفحتها الاولى رئيس تبون يخصص استقبالا رسميا للمنتخب الوطني وبالبنط العريض وباللون الاحمر تكتب بالخبر تكريم فخر الجزائر وارفقت الصورة وارفقت صفحة الاولى بصور التكريم وايضا احتفالات الجماهير بالمنتخب الوطني بعد عودته الى ارض الوطن الى جريدة المساء مشاهدين التي كتبت هي الاخرى في صفحتها الاولى وبالخط الاحمر بالبنط العريض ايها المحاربون دمتم ذخرا وفخرا رئيس تبون يكرم ابطال العرب بقصر الشعب اخترنا لكم من جريدة المساء موضوعا في الصحة حيث كتبت المساء على خلفية ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب الوباء وزارة الصحة تأمر باعادة تفعيل مخطط تسيير كورونا توارئ في المستشفيات بسبب ارتفاع حالات المرض الخاضعين للاستشفاء رفع طاقة استقبال المرضى الخاضعين للاستشفاء الى حدود 65% ويكتب صاحب المقال وجهت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات تعليم الى كل مدرية الصحة الولائيين ومسيرية المراكز الاستشفائية تأمرهم من خلالها باعادة تفعيل مخطط تسيير جائحة كورونا على خلفية ارتفاع عدد حالات الاصابات كل هذا تقرؤونه في عدد اليوم من جريدة المساء الى موضوع اخر وفي الرياضة تكتب المساء كرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون امسي الاثنين بقصر الشعب الجزائر العاصمة عناصر المنتخب الوطني للمحليين والاكيد المساء تعود الى تكريم رئيس عبد المجيد تبون للمنتخب الوطني للمحليين مقية الوقال تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة المساء الى جريدة البلاد مشاهدين التي واكبت هي ايضا التكريم رئيس الجمهورية للفريق الوطني وكتبت تكريم رئاسي لابطال العرب ومواضيع اخرى في الاقتصاد والصحة والتربية تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة البلاد اخترنا لكم هذا الموضوع هكذا ضربت القوى الناعمة الجزائرية دفاعا عن قضايا الامة الفريق الوطني اكبر ماكنة للديبلوماسية الرياضية الجزائر لن تنسى من ابقها متها شامخة بين الامم الريات الفلسطينية والصحراوية تزين احتفالات الجزائرية كل هذا مشاهدين وهذه العنوين الاكيد تقرؤونها في الصفحة الثالثة من جريدة البلاد لنهار اليوم الى موضوع اخر في شأن دولي في جريدة البلاد واشنطن تدعم المبعوث الاممي لاجاد حل للقضية الصحراوية البيت الابيض يقول ديمستورا يعمل على قدم وساق لحل النزاع الجزائر تستعجل المفاوضات المباشرة وتتخلى عن الموائد المستديرة بقية المقال تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة البلاد الى جريدة النصر الان مشاهدين التي واكبت الحدث الاخرى وعنونت في صفحتها الاولى رئيس تبون يكرم الابطال المتوجين بكأس العرب ومواضيع في الصحة السياسة والتعليم واخترنا لكم جريدة اخرى مشاهدين جريدة اخبار اليوم التي عادت الى ملف استراد السيارات واستراد السيارات سيكون خلال شهور تكتب اخبار اليوم وزير الصناعة يعلن عن تنصيب لجنة لدراسة الملفات الرئيس يكرم الابطال اللاعبون يشيدون بحفاوة الشعب ولفتة رئيس رئاسة الجمهورية تضع طائرة رئاسية تحت تصرف لاعبي الخضر ومواضيع اخرى بالتأكيد في الشؤون المحاكم وصلاة الاستسقاء الجزائريون يقومون بصلاة الاستسقاء ومن جريدة اخبار اليوم اخترنا لكم هذا الموضوع تأجيل محاكمة سلال ووزراء ومسؤولين السابقين حيث اجل القطب الجزائي المختص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة امس الاثنين محاكمة الوزير الاول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية بقية المقال بالتأكيد تقرؤونها مشاهدين في عدد اليوم من جريدة اخبار اليوم بهذا مشاهدين نصل الى نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم الى اللقاء اشتركوا في القناة